التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اليوم الأربعاء بعدد من الصحفيين والإعلاميين والفنانين اليمنيين وشدد على أهمية دورهم التوعوي والنضالي في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد وهنأ الصحفيين بيومهم العالمي وقال إنه يأتي هذه المرة وهم في وضع صعب فمنهم الشهيد ومنهم المختطف والمشرد والمطرود من عمله وكل ذلك بفعل فقدان الانقلابيين حتى لأخلاقية التعامل مع حرية الرأي والتعبير وشعورهم بعقدة نقص تجاه نخبة المجتمع ورواده وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالدور الذي لعبه الصحفيون خلال الأحداث الجارية من خلال نقلهم للحقيقة وفضحهم للمخططات الانقلابية والإرهابية التي تهدف للنيل من هذا الوطن مؤكدا أن الدور الإعلاميين في الميدان لا يقل أهمية عن دور المقاتلين الأبطال فكل يقوم بمهمته وكل يؤدي واجبه الوطني المقدس مؤكدا رغبة الحكومة الجادة في إحلال السلام العادل وفقا للمرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون وأجمع عليها العالم ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر